سوريا مهد الحضارات وصاحبة التاريخ العريق تصبح اليوم مثالا يضرب على الدمار ويحذر من تكراره في أي مكان آخر من العالم وزير الخارجي الأوكراني يطالب حلف الناتو بعدم السماح لموسكو باستنساخ سوريا في بلاده نحن نقاتل الآن وسنواصل القتال لكننا نحتاج إلى شركة لمساعدتنا في إجراءات ملموسة وحازمة وسريعة تصرفوا الآن ولا تدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحول أوكرانيا إلى سوريا تحذيرات الوزير الأوكراني لم تكن الوحيدة إذ حذر وزير الخارجي الفرنسي جن إيف لودريان من تكرار الروس لما فعلوه في سوريا خلال الحرب على أوكرانيا واستشهد بما حصل في مدينة حلب من حصار وقصف تسبب بدمار المدينة ومقتل وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين عام 2016 التحذيرات من تكرار السيناريو السوري في أوكرانيا تبدو محقة ليس لاتباع موسكو نفس الأسلوب بالقصف فقط إذ كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن تجنيد 23 ألف شاب ممن كانوا يقاتلون إلى جانب قوات النظام للقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا المقاتلون المرشحون للقتال في أوكرانيا ينتمون لميليشيا جمعية البستان التي كانت تتبع لرامي مخلوف قبل أن يتم حلها وفق الصحيفة تتصاعد الأحداث في أوكرانيا ويصطف النظام مع دولة ساهمت بتدمير بلاده وتهجير نصف شعبه وتواجه عقوبات وعزة من معظم دول العالم ترجمة نانسي قنقر